احتفظت مصر بعالم 1958 سلاس الألوان الأبيض والأحمر والأسود على أنها عضو بجمهورية العربية المتحدة اللي ما بقاش لها أي وجود بداية من سنة 1961 تبنت سوريا ألوان العالم نفسه سنة 1963 وده لما بدأ حزب البعث في تولي السلطة وبدأ في التطلع أنه يجمع الأمة العربية كلها في أمة أحد في سنة 69 حصل انقلاب في ليبيا وده كان بقيادة معامل القذافي وتم إلغاء الملكية وإعلان جمهورية العربية ليبيا وتفهمت الدول الثلاثة مهمة توحيد الأضايا المشتركة ما بينه وبالتالي قاموا بالتحاد بمقتضى اتفاية بني غازي اللي كانت سنة 1971 وكانت تحت مسمى اتحاد الجمهورية العربية النص دستور 17 إبريل سنة 1971 والمعمول به من أول سبتمبر من نفس السنة على تبني عالم مشتركة للدول الثلاثة وبقى موجود بداية من 5 أكتوبر من نفس السنة تم رفع العالم ده في القاهرة وطرابلس ودمشق بداية من يناير سنة 1972 وبنلاقي على العالم ده الثلاثة ألوان المستخدمة في الثلاث دول فنص العالم هنلاقي الصغر الموجود على عالم جمال عبد الناصر اللي كان موجود سنة 58 تحت الصغر ده كان فيه كتابة عربية ومذكور فيها أسماء الثلاث دول وكتبت كل دولة اسمها على العالم عشان تقدر تستغلوا محلية من بعدها عالم الاتحاد مبقاش ليه أي استخدام وبسبب بعض الخلافات الاقتصادية والسياسية بين الثلاث حكومات حصل تفكك الاتحاد مبقاش ليه أي وجود بداية من سنة 1977 من بعدها عالم الاتحاد ده مبقاش ليه أي استخدام لكن مصر وسوريا استخدموا نفس العناصر اللي كانت موجودة ونفس الألوان ولكن بتصميم جديد لكن في ليبيا تم الاستغناء تماما عن الثلاث ألوان والصغر اللي موجودة على العالم وتم اختيار عالم جديد بلون أخدر وده يعتبر لون أساسي في الإسلام لو عايز تعرف قصة علم جديد استنانوا فيديوهات تانية سلام